انا هسأل حراك الاسئلة اللي الناس بتسألها بند اول سؤال هو كلاتنبرج اختصاصاته ايه في لجنة الحكام؟ يعني هو بس مسؤول عن تطوير الحكام بيتابع الشغل بتاعت التطوير هو اللي بيعين الحكام ولا في حد تاني هو اللي بيعين الحكام؟ دايما في الاعلام السورة دي مش واضح انه كلاتنبرج هو موجود في مصر او موجود في لجنة الحكام دوره ايه؟ لا اول دوره اولا طبعا هو رئيس لجنة الحكام هو المسؤول الاول الاخير جوب ديسكريبشن زي ما بيقوله يعني تحت رئيس لجنة الحكام دي بقى بيعمل ايه؟ هقول لك يا جابتن هو طبعا يما جيه برضه في الاول هو ادى بعض النصايح للحكام وبعض التعليمات للحكام عشان تقدر تمشي عليها دي النقطة الاولى النقطة التالية طبعا هو مش هيقدر يعين لانه ما يعرفش حد لحكام ولا يعرف اندية ولا الكلام ده كله خالص يعني هو ما عندوش برضه فبدأ ان هو يسند اختصاصات لأعوال جنة الحكام ناس مسؤولة عن الحكام في الدور الممتاز ناس مسؤولة عن المساعدين ناس مسؤولة عن الظار وكذلك في القسم التاني وبدأ يشوف القصة ويشوف الدنيا ماشي ازاي يعني انا سعيدي النهاردة وبيتكلم بيقول انا خلاص عرفته وحفظته وانا خلاص انا هبدأ لانا اعين وحط بنفسي في الدور الممتاز يعني هو بدأ يكتسب معرفة اه يعني هو الفترة الماضية ما كانش هو اللي بيعاية لا لا ما كانش هو اللي بيعاية بس كان التعيين من خلال موافقته مفهول يعني هو كان برضه سعاد لي وجهة نزق اعتراضات لا غير ده شيل ده حط ده الكلام ده كله لكن هو المسك الخصة كلها لا ما كانش موجود فيه خصوصا في العشر اسابيع اللي احنا كنا فيهه في الاول احنا عادنا لغيط الاسبوع العاشر ويمكن لغيط الاسبوع العاشر كتديني يمشي كويس جدا وده المفروض هيبقى دول لحضرتك الفترة اللي جاي دول تعيين الحكام لا قصة كابتن هو هيعمل سياسة جديدة اتكلم عليها النهاردة بس خلينا اقولك برضه احترما لي لانه هو كان طلبه النهاردة انه هو اللي يخرج يقول السياسة هو اللي يخرج يقول كلام ده كله مش عايز السياسة كلها بس في قصة تعيين الحكام هيحدد يا كابتن كل حاجة يعني هو هينزل وهيحدد كل حاجة وكل حاجة كلها برضه هتبع من خلاله بمعايير واضحة للناس جدا هو اصلا فيه ميزة كويسة جدا انه هو عنده حاجات ثابتة يمكن انا حتى اختلفت في الاول معاه اللي انا كنت دايما بقول ان فيه خطأ سعن وخطأ صعب فالخطأ الصعب ده لازم من خلال خبراتي اللي انت تبقى مع الحكم برضه ساعة ده لعبة صعبة جدا نقعد نتفرج عليها انا وانت ونقول طب ده مش واضحة من الصورة دي طب هتا دي هو في الملعب هو في الملعب وساعات بتبقى اللعبة سهلة جدا الحكم اللعبة السهلة دي انا بعتبره حكم مهمل لازم لازم يخضر عقاب الحكم ده فهو كان بيطبع الجميع طيب من الحاجات بعض اللي ما بنعرفهاش احنا هو عقاب الحكم بيبقى ايه العقاب الحكم اه يعني لما بتعوز انت مثلا انت شايف انه فيه حكم اخطأ انا فمسلا ايه لو فيه عايب اخطأ بيتوقف لو فيه مدرب اخطأ بيمشي اصل لكن الحكم لما بيغلط بيتعاقب ازاي في الدور الممتاز بيتوقف من الدور الممتاز بردو دي انا قلت عليها بردو اللي هو بردو مكتش واضحة بالنسبة لنا بالزبط اه يعني دي مكتش واضحة بمنتهى الامانة بردو صحيح لا حجم احنا بنتطور اه طبعا يعني ايه الميزة ان اللجنة دي موجودة دلوقتي عشان تطور ودي اللي لو كنت دايما اتكلم معاه اتكلم معاه فيه اقوله لازم يبقى فيه تحديد انا مقداش اسيب مثلا يعني كان عندي احمد حمدي وشامل فلاو اخطأه اقعدوا فترة جميلة جدا فلازم احط احط مثلا وقت معين وهو قالها يتدرج الكلام ده كله في المستقبل انا فاكر موقف وحتى علاقت عليه في حلقة قبل كده انه كابتن محمد عادل اخطأ في تصريحات بعد مباراة الاهلي والزمالي انا ما كانش موافق في تصريحات تخص المباراة اقعد فترة طويلة جدا بس ده مش عهد مارك لا انا بقول حلاك كتحكيم تمام فكرة انه ماشي يتعاقب يعني اخطأ يتعاقب مفيش مشكلة كلها يعني اي واحد بيخطأ فعملوا بيتعاقب بس هي ما بتبقاش معروفة بتبقى مفتوحة لا طبعا لازم كلها طبعا لازم لازم انا احدد الخطأ احدد المدة بناء على الخطأ صحيح يعني انا دايما اقول تحدد المدة بناء على الخطأ صحيح وتبقى انا عارف كحكم ان الخطأ ده انا عارف ان انا هكون مستبعد ده ده موضوع شهر لأ ده أنا عملت مشكلة جبيرة جدا لأ ده أنا هكون شهرين ده أنا هكون ثلاثة عارف دي بتبقى واضح الحكم كلها تسهلك الأمور كلها طيب في حاجة تانية بلاحظها إنه في مثلا حكم لم يكن موفق في المباراة أنا بأتكلم تحديده على أكبر نادي الأهلي وزماء عشان هو اللي كمال الإعلام بيسلط على يوم الضوء لم يوفق في المباراة الأهلي أو لم يوفق في المباراة الزماء من وجهة نظر الجمهور لكن من وجهة نظر اللجنة هو كان موفق تمام يتقال إيه؟ ابعيده شوية تسمع أنت الجملة دي ابعيده شوية عشان الناس متضايقة منه الكلام ده مازال قائم ولا أنتم بتحطوهش في الاعتبار بصراحة من يقول ابعيده شوية؟ اللجنة اللجنة تقول ابعيده شوية؟ بص يا كابتن أنا يما أقول ابعيده شوية أنا بتكلم لمصحة الحكم لأن أنا مش عايزة عاند بمعنى أنا طبعا ضد أي نادي يقول لك لأ أنا مش عاوز ولا الكلام دي يقول لأ خالص لكن أنا في نفس الوقت أنا بخاف على الحكم بتاعي وعاوز ينجح مش لازم أوديه وهو مضغوط عصبيا ونفسيا مفهوم فممكن ما ينجحش لكن لو أنا مش جنبته أنا وديته في حتة تانية ما هو ممكن ما يحكمش لسين ويروح لصاد صحية وهو كده كده بيلعب بعض فترة يروح وينجح لكن لو رح في نفس التوقيت لأ أنا كده مش بيدور على نجاح أنا بيدور على حكم هيفشل وبالتالي يؤثر على النادي وخلي بالك أنا زي ما بكتلم على التحكيم والحكام لأ أنا ببقى مع الأندية في بعض القرارات أنه برضو يا جماعة ما هو النادي ده صارف ودافع صح وعامل كل ده صح يما بيجي خطأ ما هو غصبا عنه طبعا بس اللي بيجي لازم فيه حدود احنا كبتن مش عايزين نجرح في بعض احنا كلنا مفزومة واحدة أيوة والنجاح نجاح للكرة المصرية احنا من فترة سابقة استمنت أن الكرة ترجع حتى أي مسمى مظبوط فمش عايزين نرجع تاني صحيح ممكن لقدر الله مع 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 الشحن والشحن ده تحصل كرسة ونتكلم بكل صراحة هتوقف الدينية تانية وأنا بقول لك لو الدينية وافت كل السلام تطيب على كده في الكرة في مصر